بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض سنة جديدة هي جديد فورش ان شاء الله تكون سنة كلها نجاح سنة مهمة وسهلة ان شاء الله نناقش مع بعض كل دروس الساينز ان شاء الله يكون معاكم خلال السنة دي اتمنى ان انتوا تركزوا في الشرح وان شاء الله تستفيدوا جدا لينك الملزمة دايما بيكون في الديسكريبشن في وصف الفيديو يعني لو دوست على عينوان الفيديو هتلاقي في وصف الفيديو وهتلاقي لينك الملزمة تقدر تحملها وده على كل الفيديوهات اللي هتنزل ان شاء الله احنا عندنا فيم وان بيتقسم لي كونسبت او الكونسبت عندنا لسن وان اسمه ادابتيشن ادابتيشن يعني التكيف وموضوع التكيف هو موضوع كبير ومحتاجي ان احنا نفهمه علشان هو مفيد لحياتنا اصلا يعني الكائن الحي او living organism عندنا كلمة مهمة اسمها living organism كلمة living organism يعني الكائنات الحية وايه هي يا مستر living organism الكائنات اللي بتقدر تاكل وتشرب وتعيش وتكبر من ضمنها الانيمالس ويومن طبعا الانسان ويبلانس النباتات كل ده بتسمى living organism يعني الكات القطة اللي عندك في البيت دي اسمها living organism الشجرة دي living organism كائنات ربنا خلقها وموجودة في حياتنا الكائنات دي بتقدر تعيش في ظروف مختلفة يعني بمعنى ايه انت مثلا لو بصيت ليه الدب القطبي البولر بير الدب دي عندها فرو كسيف طبع انت ليه ربنا خلقها بفرو كده عشان هي بتعيش فيه البرد فلازم يكون عندها فرو يحميها عشان تقدر تعمل adaptation مع البيئة اللي هي فيها عشان تقدر تتكيف مع البيئة اللي هي فيها وإلا مش تقدر تعيش فيعني ايه تكيف يعني ايه adaptation they are characteristics كلمة characteristics يعني صفات أو خصائص that help يعني تساعد living organism to survive survive يعني يعيش أو يقدر انه هو يبقى and reproduce ويخلف in the ecosystem في المكان اللي هو عايش فيه in which they live يعني في البيئة اللي هو عايش فيها يبقى فكرة ان الانيمال او living organism يقدر انه هو يعيش ويتكيف مع البيئة اللي هو فيها دي حاجة اسمها adaptation طيب يا مستر عاوزين examples على ال adaptation اول example عندنا اسمه start agama lizard هناخد بقى examples على الكائنات اللي هي بتعمل تغيرات كده او عندها ميزة انها تعيش في ظروف صعبة شوية examples مهمة اول حاجة start agama lizard دي عبارة عن lizard بتعيش او سحلية يعني بتعيش في ال desert بتعيش في الصحراء بما ان هي بتعيش في الصحراء فالجو حر جدا صح ولا فهتدور على مكان يكون في shadow shadow يعني ضلة وتقعد فيه لأي عشان يحميها من الشمس هتقول لي يا مستر ما هدي حاجة منطقية ان اي كائن جو شمسي جدا يروح يدور على الضلة خد بالك ان ده كائن مش زكي يعني ده مش انسان مسلا دي سحلية فهي فكرة انها تدور على الضلة دي حاجة بتساعدها على البقاء وحاجة من نسبة لها هي يعني كليزرد صغيرة زكية جدا انها يعني برضو روع ان هي مخاص غنم فاللي هي فكرة انها تدور على الضلة دي حاجة بتساعدها على على البقاء فبيقول لستارد اجما لزرد زات ليف ان ديزرد بروتكت اتسالف باي كيبنج اتسالف كول بتساعد نفسها انها تبقى برد يعني باي فايندينج شيرد اريا ديورينج هوت ساني دي يعني ممكن فالانتحان يجي يقول لك يا لستارد اجما لزرد بتعمل ايه بتعمل بتدور يعني سيرش فول سيرش فور شيرد اريا بتدور على المنطقة اللي يكون فيها دل طيب في نخيل البالم ليفز انواع من النخيل بيكون على جسمها طبقة كده من الواكسي طبقة من الشمع كده عشان يحميها زي عازل عن الايه عن الشمس والحرارة الشديدة عارف انت لما بتروح مثلا او انت تروحي مثلا البحر هبتحطي الصنبلوك الصنبلوك ده عبارة عن ايه زي كريم كده بيتحط على بشرتنا علشان يحمي بشرتنا من الايه من الشمس زي عازل كده الله تبدأ احنا جبنا الفكرة دي منين جبناها من البالم تري او البالم ليفز اوراق النخيل بيكون عليها طبقة من الواكس بتحميها وهكزا اللي ما بيمسك الامبريلا علشان يحمي نفسه من الايه الهوت كلايمت وكمان لما بنلبس لايت كلوفيس كلمة لايت هنا يعنيها ملابس فاتحة على فكرة في الصيف احنا بنلبس لبس فاتحة المفروض يعني احنا نلبس لبس فاتحة علشان ده بيخليها ما نحسش بالحرارة يبقى احنا يا مستر بنتكلم عن ايه احنا بنتكلم عن ادابتيشن طول اليونت دي هنقعد نتكلم عن فكرة البقاءة وان الكائنات تتكيف مع البيئة اللي هي فيها تلاقي الانيمال اللي بيعيش في الصحرا بيحاول يعمل حاجات تساعده ان هو يعيش في الصحرا الكائنات اللي بتعيش في البرد بتدور على حاجات ساعدة ان يعيش في البرد بشكل عامي واحد من الانيمال المهمين جدا هو البينجوين البينجوين هو اللي هو البطريق يعني وده كائنين انتو اكيد بتحبوه يعني البطريق هو حاجة جميلة جدا تعالنا نتفرج على ادابتيشن اوف بينجوينز تو سيرفايف ان كولد كلايمت تعالنا نشوف ازاي البينجوين او بينجوين هيبتدي ان هو يحافظ على نفسه ويرف يعيش بنجوين make different adaptation to be able to live in polar climate يبقى انا لو سألتك في الامتحان قلتلك هو البينجوين البطريق وبيعيش في انتو قولي بيعيش في polar climate that characterized by extreme cold يتميز بالبرد الشديد جدا طيب it's habitat دايما خليك فكيرها مكان المعيشة لما قولك الهابيتات فين تقول الهابيتات في الانتراكتكا انتراكتكا دي قارة او مكان كبير كده كله تلي that is one of the coldest places on earth earth يعني الارض يبقى الهابيتات هي مكان المعيشة والبينجوين بيبتدي يعيش في او هو موجود في polar climate في منطقة اسمها انتراكتكا انت اللي عاوز تروح تزور الـ 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 تروح تقاب معه شوية كده واتكلمه وبتاع روح الانتراكتك هتلاقيهم كتير جدا طب it's adaptation بيعمل ايه يعني يا مستر ده قالك let's know how penguins feed don't freeze نقطة مهمة جدا تعالك كده نتخيل ان انت جبت طبق مثلا او حاجة كده كبيرة وماليتها تلج وقفت على التلج ده كتير هل هتفضل واقف على التلج ومش هتتدايق على فكرة مش تقدر توقف على التلج كتير لان رجليك هتتجمد بتاخد بالك مثلا الناس اللي هي في التلج وكده بيبقى لابسين جوكة عالية جمدة جدا يعني جوكة تقيلة طب ليه علشان تحميهم من البرد الشريد ده طب ما البنجون ده مش بيلبس جاكت يعني ورجليه كمان لمسة تلج طب مفروض رجليه تلج قالك لأ سبحان الله بقى في حاجة في رجلين البنجون دي غريبة جدا هو الوقتي البنجون ده بيجي الدم اللي في جسمه مهدي رجلين الدم بيجي من فوق سخن وهو جسمه جسمه دافي رجلين اللي سقع عاوي فييجي الدم السخن ده اللي هو باللون الاحمر ده ينزل يدف رجليه خلاص والدم اللي كان بارد اللي هو كان سائع عصنا لبلون الازرق ده هو مش باللون الازرق في الحقيقة انا ملونوك عشان تفهموا بس البارد ده يطلع 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 يبتدي يسخن ولما يسخن فوق يبتدي ينزل تاني يبقى هي عاملة زي ايه اكن دورة كده عملية ايه تسخين ينزل له البلاد الورم بلاد وورم يعني او الورم بلاد اللي هو الدم الدافي ينزل من فوق انت جسمك مش جسمك سخن من جوا تخيان انت واقف على التلج في الدم السخن فوق بينزل على رجلك تحت يدفيها طب الدم اللي كان بارد في رجلي اصلا يطلع لي فوق فتعامق ردة يقول لي ايه بلاد فيسل برينج كولد بلاد اب فروم زافيت يعني ايه البلاد فيسل اللي هي الاوعية الدموية للعروق دي يعني بتاخد الكولد بلاد فروم فيت يعني بتاخد الكولد بلاد من الايه من تحت تبتري تطلعه فوق طب ازر بلاد فيسل برينج وورم بلاد داون تو زافيت يعني الدم الداف اللي احنا عملنا بالاحمر دا بينزل للايه للرجل عشان يدفيها خلاص يعني الجسم المتغطي بيه الريش وفيه يعني يدور بيفضل يلف في كده فاهم عشان يدفي رجله يعني يفضل يلف كده في رجله عشان يدفي رجله طب الدم البارد اللي هو يبتدي يطلع ليه يهمني جدا ان انت تكون فاهم الجزئية طبعا لما بيقابل ما البلاد فيسلس الدافية والبردة يتقابلوا بيبتدي ان ايه ان يحصل زي دا في رجله طبعا احنا ما بنحفظش يعني الحت اللي مش تتحفظ بس انا لما اجي اقول لك اشرح لي كده اه هو ايه اللي بيحصل فيه اه بينجون فيت تقول لي ازا اه دا فيسلس ازا تكاري العروق او الاوعيات الدموية ازا تكاري ورم بلد كاري بلد او كاري بلد داون يعني يبتدي تنزل الدم دا لرجلين تحت هلس and the other blood vessels carry cold blood to the body بتاخد الcold blood ليه البادي عشان ايه يبتدي دايما برد this means that the blood moving up into bingoon body is not cold and the blood moving down of bingoon tooth is warm enough to keep the tooth اللي هي اصابعه يعني او رجلي from freezing من الايه من انه يتجامل خلينا نناقش الكاموفلاج في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الفيديو اللي جاي مهم جدا هنقف لحد هنا النهاردة كلمنا عن بداية المنهج وكلمنا عن adaptation فكرة البقاء والمنهج ممتع جدا على فكرة وهنقابل في مجموعة من الانيمالس الجميلة اتمنى ان يتفكوا وهنكمل ان شاء الله اللي سن دا في الفيديو اللي جاي باتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشر باي باي